يقول أقارب مهاجم مدينة مانجستر سلمان العبيدي أنه خان الأسرة الوالد وهو أصلا متعاطف مع جماعات الليبية المسلحة المقاتلة ما يزال ينفي ظلوع ابنه في الهجوم إلا أن توقيف الشقيق الأصغر للعبيدي هاشم في درابلس بسبب عزمه القيام بأعمال إرهابية تظهر جليا أن صلات الأسرة المتطرفة تتجاوز وضع سلمان ولسيما بعد اعتراف الشقيق الأصغر أنه كان على علم بتخطيط شقيقه لهجوم مانجستر إليكم تحليلنا السؤال الجوهري هو من من أفراد عائلة سلمان العبيدي كان يعلم بنواياه وفشل في تنبيه وإبلاغ السلطات المعنية هذا يظهر بوضوح تام بأن أحد أفراد العائلة متعاطف ويكن ولاء بغير مكانه مما تسبب في إزهاق أرواح العديد من الأبرياء فعندما يجنح أحد أفراد العائلة نحو التطرف وآخرون من العائلة لا يبادرون إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لردعه فبطبيعة الحال تكون العائلة مسؤولة عن أي إجرام قد ينتج عن ذلك فبنظر العالم العائلة بأكملها وليس فقط الانتحاري من تلطخت أيديه بالدم هؤلاء الذين يتحملون مسؤولية إراقة الدماء في هذا الهجوم الشنيع أكدوا للرأي العام بأنهم غير مسلمين وضعوا أنفسهم وعائلاتهم في خطر كبير بدعمهم واتباعهم أصحاب الفكر الضال الذي لا يفقه في تعاليم الإسلام ولا معانيه السمحة غاية الإرهابيين هو تحريف الإسلام وهذا مرفوض من قبل جميع العلماء المسلمين فالإرهابيون الذين يدعون الجهاد زورا لم يقوموا بعمل شرير فحسب وإنما يشتتون الأنظار عن كل الأعمال الصالحة التي يقوم بها المسلمون فيما بينهم وأمام المجتمع والإنسانية جمعا